المملكة العربية السعودية تظهر الغيوم الركامية والركام المزني في المناطق الجنوبية الغربية والغربية حتى تصل إلى منطقة مكة المكرمة وهناك فرصة لسقوط زخات رادية من المطر أحيانا قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان بعض السيول في بعض الأماكن المنخفضة أما المنطقة الشرقية من المملكة فتشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة صباح يوم الاثنين وتتأثر بظهور الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية والأحوال الجوية بشكل عام حارة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الشمالية والمرتفعات الجنوبية مشاهدينا شكرا للمتابعة ولكم أجمل تحية من طقس العرب